بعد استقرار نسبي في كمياتها وأثمانها بوادر موجة ثانية لارتفاع أسعار البطاطة تلوح في الأفق من جديد وتوقعات بأن تلامس سقف 150 دينارا في الأسواق وهذه الأسباب سوف يرتفع بطاطة الأسعار سوف يرتفع سوف يرتفع 150 دينار وقتها فيها أمضان لأننا دائما كنت تكلموا قال العرض والطلب العرض والطلب وهو يقول لهم لا بيقوها بأبعالاب بيقوها بخمس ألاف يا ودي البوضوش حلقية السواق الأسميدة حلقية السواق اليد العاملة الفلاحية غير موجودة حاليا الآلات الميكانيكية غالية جدا قانون هذا اللي يمنحي الناس باش تخزن فيه فيه عاقيل كتئة دعتوها باش يكون عدنا المنتوج اللازم سيزاو زائعة البطاطا البطاطا لسمنس البوضوه دونك ولهذا في عدة عوامل ندرة وجود البوضور في السوق تخليه أنه يتأخر على زراعتها في وقتها واحدة وغلاء السعر تاحها ما يخرجوش يعني كي يغرسها بالسعر يشريح أنه تكلفها كامل ما تخليش يبيع بالثمن يستنهل للمسلحك امتناع الفلاحين عن جني محاصيلهم من هذا المنتوج عقد من العملية أكثر وضع يعتبره خبراء بالمبرر نظرا لما يعاني المهنيون من مخاوف كبيرة من إمكانية اتهامهم بالمضاربة مضاربة الفلاح أنه يقاون وخاسر أنا روحه جربه واحد يخدم الفلاحة وشوف الفلاح وشي يعاني في الأرض أمام ثلاثية ضعف الانتاج وارتفاع تكاليفه وتفادي الخسائر قانون المضاربة هو الآخر تحول إلى هجس ورق الفلاحين والتجار على حد سواء مما يسبب اختلالات في الانتاج والتوزيه